بنهاية عهد الأسرة السادسة يعتبر انتهى عهد الضوية القديمة في مصر بس بعد ما انتهى عصر الضوية القديمة في مصر حصل نوع من الارتباك وحصلت نوع من الفوضى كانت موجودة في مصر كلها من أول الأسرة السابعة لغاية الأسرة الاثناشر طيب ايه التفاصيل للانهيار ده وبدأ ازاي؟ كل ده هنعرفه في خلقة النهاردة اهلا بكم مجمعه في حلقة جديدة من قائد كينجي استوري ايكالين نتكلم فيها عن كل الحضرات من بدايتها لنهايتها والنهاردة ان شاء الله هنبدأ كلامنا عن واحدة من اهم الفترات اللي عدت على مصر بعد نهاية الأسرة السادسة وهنتكلم بالتحديد عن نهاية الأسرة السادسة وبداية الأسرة السابعة ولما نبدأ كلامنا عن نهاية الأسرة السادسة مش هننسى طبعا نتكلم عن أهم ملك حكم مصر في آخر عهد الأسرة السادسة واللي بدأ فيها الانقلاب والفوضى اللي حصلت في مصر كلها وهو الملك ميرن راع التاني والملك ميرن راع التاني حكم مصر بعد نهاية فترة حكم الملك دي بالتاني اللي اقتمرت حوالي 94 سنة وده كان الفراعوني السادس في الأسرة السادسة وحسب بتوضح بردية تورين اللي بتباين كل الحكام اللي حكموا مصر في العهد الفراعوني كله من أول الدول القديمة وعصر مقابل الأسرات اللي لغاية الاحتلال في فريس المصر بتوضح ان الملك ميرن راع التاني حكم مصر سنة واحدة بس واتعصر على مقبرته في هرم أو بالقلب من هرم نيت وفي بعض الاعتقادات اللي بيوضحها بعض المؤرخين وعلماء الأسرار بتوضح ان الملك نيتو كريس هي اللي تولد حكم مصر بعد وفاة ملك ميرن راع الأول وفي بعض الاعتقادات بتقول انها كانت ضغطة وبعد ما انتهت فترة حكم الملك ميرن راع التاني انتهت فترة حكم الأسرة السادسة رسميا في مصر بس طبعا احنا ما نعرفش معنوات كتيرة جدا عن الملك ميرن راع التاني عشان بعض المؤرخين وعلماء الأثار بيقولوا ان هو تولى حكم مصر في فترة كان هو فيها وصل لسن الشاكوخة عشان كده ما عاش كتير وهو بيحكم مصر بيعتقدوا ان هو حكم مصر سنة واحدة بس وبعد كده تولد حكم مصر للملك نيتو كريس بس ما فيش تأكيد على حاجة كده اما بالنسبة للأسرة السادسة فبعد ما انتهت فترة حكم ملك ميرن راع التاني انتهت فترة حكم الأسرة السادسة رسميا في مصر وهذا الوقت يتكلم عن الأسرة السادسة والأسرة السادسة هي أول أسرة حكمت مصر في الفترة الانتقالية الأولى او في فترة المحلال الأول وتولد حكم مصر في القارن الـ 22 قبل الميلاد وبدأت فترة حكم الأسرة السابعة لمصر من سنة 2181 قبل الميلاد وحسب اللي تم ذكره في الموافضة التاريخية ومؤرخين ان أول ملك حكم مصر من الأسرة السابعة كان نفر كراع الأول ولكن بسبب ان هذا الملك لا يوجد معلومات كثيرة جدا والمعلومات عنه متضربة بشكل كبير جدا فعشان كده المؤرخين بيعتبروا ان أول ملك حكم مصر من الأسرة السابعة هو نفر كراع نبي وبالنسبة للملك نفر كراع نبي بيعتبره العلماء والمؤرخين انه من أشهر الملوك اللي حكمه مصر في الفترة الانتقالية الأولى او فترة المحلال الأول ويعتبر هو أول او تاني ملك حكم مصر من الأسرة السابعة أما بالنسبة لحياة الملك فطبعا الملك ده أول المعلومات اللي عرفوها عنه ان هما لقوا اسمه في قائمة أبي دوس للملوك زي كل ملوك القصة السابعة وزي بمتوضح قائمة أبي دوس للملوك ان أم الملك ده هي الملكة عنخ اس بيبي التاني عشان كده بيعتقد معظم العلماء ان الملك ده كان ابن الملك بيبي التاني وطبعا من الحياة اللي بتأكد ان زوجة الملك بيبي التاني وهي عنخ اس بيبي التاني هي أم الملك نفر كراع نبي ان توجد اسم الملك نفر كراع نبي موجود على نقوش المعبد الجنائزي اللي كان موجود في قدران المعبد او اللي كان موجود جوه المعبد نفسه كان موجود من ضمن نقوش المعبد اسم الملك ده ومن الحاجات اللي قدروا علماء الأوثار ان هما يتوصل لها عن الملك نفر كراع نبي انه كان بيحاول او بيخطط ان يبني هرم في منطقة سقارة بس من الأسف في الوقت مساعدوش ان هو يبني هرم في المنطقة دي بس كان فيه تخطيط لبناء الهرم ده وكده يا جماعة نكون وصلنا للنهاية حلالة النهاردة ونعرف ان حلالة النهاردة مش طويلة بسها بحيارة على قد مقدر لان انا جمع لكم فترة المحلال الاول اللي عادت على مصر في حلقات متتابعة وان شاء الله هتلاقي وكل اللي كان بتاعتي التحت في الديسكنشن وبدايةها من بكرة هنرجع لحلقاتنا اللي بتكون عبارة عن سوى الفرعونية ومزيكة والمعلومات وان شاء الله اتقلل مع نفس الحلقة الجيدة بسلام عليكم